طيب الملف الأخير فيه ترند ترند وهو ملف لجنة الحكام قلت لحضراتكم الفترة اللي فاتت يبقى الوضع كما هو عليه ولكن في ملف التحكيم كانت فيه تطورات سلبية ليست تطورات إيجابية أنا قلت هرجع عليه بقى فيه معسكرات وفيه تحضيرات وفيه اجتماعات ولكن رجعت لقيت الدنيا بايزة 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 لا فيه لجنة ولا فيه رئيس لجنة ولا فيه خريطة الاستعداد للمسمي الجديد بل بالعكس مشاكل بين أعضاف اللجنة مع حكام دوليين مشكلة في معسكر النخبة مع حكام دوليين مشكلة مع بريرة متعرفش مشكلة جاية هل من أعضاف اللجنة هل من أعضاف اتحاد الكورة مفاوضات تمت ما بين أعضاف اتحاد الكورة مع شخصية جديدة مصرية تقود التحكيم الفترة اللي جاية تفاصيل كتيرة جدا على النهاردة مش هدخل في كل التفاصيل ولكن اللي هقوله النهاردة بيريرا البرتغالي رئيس لجنة الحكام في مشكلة معاه؟ آه في مشكلة معاه ممكن يكمل بنسبة 50-60%؟ لا ممكن ما يكملش ليه؟ ماليش على قباب فندو الإقامة وجابه شقة أسرته قعدة فين؟ مداي زعلان دي أمور إدارية المفروض الاتحاد يوفر فيها كل شيء للخبير البرتغالي اللي موجود حسب الاتفاق حدش فين يعرف العقد فيه إيه؟ لكن تبقى للعقد ننفذ الاتفاق لكن هتكلم على الشغل الفني الراجل طلب تغيير في أعضاء لجنة الحكام والراجل قال أنا مش هشتغل مع المجموعة اللي كانت معايا للمسلم اللي جايه وطلع واتكلم عليهم وعلى شغلهم وقال التحكيم كان سلطة قالها كده سلطة طبعا أنا قلت بينه وبين نفسي الناس اللي قال عليهم كده هيقدموا استقالة هيمشوا هيردوا عليه لا خالص سكوت صمت مريب محدش عايز يرد يا جماعة دي قال عليكم سلطة يعني أنتم بتشتغلوش أنتم بتعوكوا لا محدش رد عليه فالراجل عايز يغير فيه ناس في الاتحاد مش عايز يتغير لدرجة أن حتى التفاوض اللي تم مع شخصية تحكيمية جديرة بالاحترام عشان ييجي يدير ملف التحكيم بعد بريرة طلب برضو تغيير بعض الشخصيات وتقلق مش هينفع يا جماعة مش هينفع ليه هي اللجنة بالوراستة ولا اللجنة ايه الوضع اللي فيها مين في الاتحاد ليه مصلحة أن يبقى عضو ولا اتنين ولا تلاتة وبعدين في حاجة تانية اللي ماشى كلتنبرجو كان سبب في مشيانه ودلوقتي بريرة عايز يمشي ويبدو أنه هو برضو لا يمشي بريرة والشخصية المصرية اللي هتقود ملف التحكيم إذا تم الاتفاق معها برضو رفضت نفس الشخصية اللي ماشي كلتنبرجو اللي عايز يمشي بريرة وبعد ذلك فيه تمسك أن يكون مستمر إيه الأسباب ليه الناس في النادي الأهل اللي بتتكلم على تطوير المنظومة عرفها الكواليس وعرفها التفاصيل ولما بتبعت خطاب لاتحاد الكورة لتطوير المنظومة بتحط الناس أمام مسئولياتها عشان تشتغل صح وأنا بأكد للجميع الموسم اللي جاي أسوأ من اللي فات واللي قابله مشاكل مع الحكام الدوليين مشاكل ما بين الحكام الدوليين مشاكل ما بين الحكام الصاعدين مع الحكام الدوليين قيمة دولية هتكون زي البركان اللي هينفجر جوه اتحاد الكورة لأن القيمة الدولية لو ما تعملتش صح السنة الجاية مش هتشوف حكم مصري لا في كاس أم أفريقيا ولا في مطشط أفريقية ولا في مباريات تصفيات كاس عالم يا عم انت بتخدنا لا أنا بقولك بصراحة القيمة الدولية اللي هيتم التحضير ليها من معسكر النغبة يوم 24-8 لو ما اشتغلوش عليها صح ما فيش حكم مصري اللي يين السنة الجاية في أي مناسبة دولية والحكام عارفين الكلام ده والحكام فاهمين الكواليس اللي ما بين الصطور في التفاصيل دي ومع ذلك كل الدوشة دي وبريرة عنده أزمة ومشكلة عايز يغير وما حدش عايز يساعد طيب إيه اللي هيحصل؟ بكرة في جلسة بكرة؟ آه بكرة في جلسة ما بين بريرة مع مسؤول باريس في اتحاد الكورة عشان يشوف الخطوة اللي جاي مسألة بقاء بريرة من رحيله ليست متساوية بمعنى نسبة رحيل بريرة تتخطى الـ 50-60% وقلت الكلام ده من شوية بقاءه لا يتخطى الـ 40% فيه مستجدات ممكن تحصل وارد ولكن الناس اللي عايز يمشيها موجودة والناس اللي عايز يمشيها عملت اجتماعات اجتماعات في الاتحاد أول إمبارح عشان تشوف الخطوة اللي جاي لما الرجل يرجع وضعها يبقى إيه؟ اجتماعات يعني إيه؟ آه قعدوا اجتماعوا مع بعض بريرة ورجع طب الشخصية المصرية اللي هتقود ملف التحكيم لو رجع أو جي مكانه هيبقى دورنا إيه؟ لينا دور ولا مناش دور؟ بكل واحد ليه صوت أو كتلة تصوطية جوه المجلس ودي برضو أنا مش قادر أفهمها يعني عضو لجنة الحكام بيبقى ليه كتلة تصوطية ليه؟ مين عضو في الاتحاد عايز حكم أو عايز عضو لجنة يكمل؟ إيه المصلحة في دي أنا مش فاهمها؟ فملف التحكيم فيه مشكلة فيه مخطط ليه تطفيش بريرة؟ آه فيه مخطط بريرة ممكن يمشي؟ آه ممكن يمشي هو عايز يقض؟ هيقض بس بالشروط هل الشروط هتتنفذ؟ أشك والأيام بيننا ونشوف اللي يحصل خلال الفترة اللي جاية لكن وحتى بعد رحيل بريرة أو إذا رحل الشخصية المصرية اللي بيتفاوضوا معها عشان تقود ملف التحكيم فيه مؤامرة ما بهن بعض الأعضاء كمان عشان ما يجيش لأنه طلب رحيل اتنين من أعضاء اللجنة خلال الفترة اللي جاية مش هسكر أسماء كثير ولكن الأيام المقبلة هتكشف لكم كوالس وتفاصيل فيها أسماء واضحة وساعتها هنتكلم بالاسم وبالمعلومة وبالخبر عن كل واحد إيه اللي تم معاها قبل كده وإيه اللي هيتم معاها خلال الفترة اللي جاية